ولد سالم خل بمدينة يافا في الثاني عشر من يناير عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين شهد النكبة ولم يبلغ الأربعين يوماً ثم هاجرت عائلته لمدينة جينين درس في مدارس يعبد أتم الثانوية فيها عام الف وتسعمائة وستة وستين وانضم مبكراً إلى التنظيم الطلابي لحركة القوميين العرب وأسندت إليه مهمة العمل في خلايا تنظيم أبطال العودة في العام الف وتسعمائة وثمانية وستين غادر الوطن للعمل في معسكر في سوريا ثم أصبح مدرباً في نفس المعسكر وأثناء عودته في العام ذاته لأرض الوطن اعتقله الاحتلال وأفرج عنه بعد عامين لعدم ثبوت أي تهمة بحقه ولعدم اقتناع الاحتلال ببراءته اعتقل مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر في نفس العام وحكم عليه بالإبعاد إلى الأردن في الخامس عشر من أيار عام الف وتسعمائة وسبعين بعد أن التحق بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أشغل مواقع عديدة وتسلم مهام قيادية سياسية وعسكرية من إدارة قاعدة في الصلط إلى القتال في الجولان ومعارك الثورة في طرابلس والبقاع والتمثيل السياسي في سوريا والعراق واليمن شغل عضوية قيادتها المركزية وعاد إلى سوريا قبل عودته إلى الوطن عام الف وتسعمائة وستة وتسعين لعضويته في المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن تولى عدة مهام في العمل التنظيمي في شمال الضفة الغربية وامتاز بروح وحدوية عالية وفي الأعوام 2005 و2006 خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية اندمج في محاولات بناء تيار ثالث لإنهاء القطبية في النظام السياسي الفلسطيني ولعب دورا وازنا في الحياة السياسية والوطنية في العام 2007 وخلال إطلاق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين ارتبط اسم المرحوم أبو زياد بمركز القدس للمساعدة القانونية لما كان يتمتع به من صفات خاصة في القيادة فهو مقاتل منضبط وسياسي وحدوي في العام 2008 في ذروة الانقسام السياسي استطاع أن يجنب المؤسسة أي تقاطب سياسي على قاعدة أن الشهداء هم شهداء الوطن ودمهم يوحدنا جميعا وبقيت الحملة مفتوحة على كل الأطر في الوطن سياسية كانت أو مؤسساتية بعيدا عن أي تمويل واعتمدت على دعم مجتمعي هائل كان فتح ملف جثامين الشهداء صعبا لأن النجاح فيه لم يكن مضمونا وكان السؤال ماذا سيحصل لو نكأنا تلك الجروح المتراكمة ولم نستطع إغلاقها لكن الحملة بقيادتها الجماعية ودور أبو زياد استطاعت تحقيق المستحيل وتم إعلان اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في السابع والعشرين من آب من كل عام اعتبارا من العام 2009 في العام 2010 كان الانتصار الأول باسترداد جثمان الشهيد مشهور العروري بقرار قضائي بعد أكثر من 34 عاما على أسره عام 2012 استطاعت تحرير جثامين واحد وتسعين شهدا وتوالت النجاحات حتى اصطدمت بقرار اسرائيلي يسمح باحتجاز الجثامين للمساومة والتبادل وذلك لإخفاء معالم جرائم الأعدام خارج القانون تحول الكهل أبو زياد إلى شاب في العشرينيات يجوب الضفة الغربية من أقصاها إلى أقصاها مشاركا في استلام جثمان شهيد في الأغوار ثم تشيع شهيد آخر في القباطية يلقي الكلمات ويؤبن الشهداء في نابلس ويطبطب على ظهور بناتهم وأبنائهم يعانق عائلاتهم في الظاهرية ولم يبخل لا بجهد ولا بدمع أو مشاعر كان أكثر ما آلم أبي زياد اشتداد المرض ولم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الدور تنحى طواعية ولكنه لم يتخلى عن الدور تحول من موظف إلى متطوع شغل منصب أمانة السر في مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية يقوم بما يستطيعه وحتى أيامه الأخيرة في المستشفى كان يمسك دليل الأرقام بين وجبتي علاج ليتصل بأسرة هذا الشهيد أو ذاك إلى أن وافته المنية في العشرين من ديسمبر عام 2020 نظبوط أنا مريض مريض بس في يوم الأيام قال لي عصام عرور اللي هو مدير عام مركز القدس أنت كان يمكن تكون أحد هذه الجسابين لأن أنا كنت بهذا المجاد العسكري فيه مع أرحل من هذا أنا بالله جمعت كل إن كل زوجي كل أخ وأخت أنها بتنزل من عناي كل إن إلها ركم في قلب وفائه له رح يستمر حتى آخر لحظة في حياته سوف نعيش ذكراك أبداً يا مدرسة في النبل والتواضع والإخلاص للهدف نعاهدك كما عاهدنا أرواح الشهداء ألا نلقي الراية حتى استرداد وتشيع جثمان آخر شهيد وملاحقة مجرمي الحرب حتى آخر نفس فينا